تضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى في الهجوم بسيارتين مفخختين استهدفتا مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في منطقة القرن بسيئون وافاد مراسلنا في المحافظة أن السيارة الأولى انفجرت أمام بوابة بينما تم تفجير الأخرى داخل مقر القيادة للطلاع أكثر على ما يجري هناك ينظم إلي عبر الهاتف مرسلنا في حضر موت محمد المقري محمد ما جديد هذين التفجيرين في صباح يومنا هذا سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريين استهدفوا قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمنطقة القرن في مدينة سيئون السيارة الأولى حاولت اكتحام بوابة قيادة المنطقة فتصدى لهم الجنود مما أدى إلى انفجارها عند البوابة بعد ذلك بدقائق أتت سيارة ثانية نوع هيلوكس محاولة الدخول إلى داخل قيادة المنطقة ولكن بسالة الحراسة تصدل السيارة الثانية قبل وصولها إلى المكاتب الرئيسية التي كانت مستهدفة من قبل المسلحين الانفجارين أدى إلى مقتل خمسة جنود وجرح أربعة آخرين حسب مصدر أمني مع تضرر المباني المحيطة لكيادة المنطقة العسكرية الأولى نعم ماذا عن الجرحة والقتلة هل هناك من إحصائية لذلك؟ الإحصائية المتوفرة لدينا حسب المصدر العسكري في كيادة المنطقة الأولى يقول خمسة قتلة وستة جرحة نعم التنظيم القاعدة بعض المصادر قالت بأن القاعدة تبنت ذلك ما مدى صحة هذه الأنباء وهل فعلا صدر بيان بهذا الشام؟ بالفعل هناك بيان أصدر من قبل أنصار الشريعة بالتبني لهذه العمليتين الانتحاريتين التي أستهدفت كيادة المنطقة الأولى متهم الجيش بأنه بالتحوث وأن هؤلاء حوثيين وانتقاما إلى ما حصل في محافظة شبوة من عملية الانزالة التي حصلت في محافظة شبوة للجنود الأمريكان نعم محمد المقري مرسلنا من حضر موت شكرا جزيلا لك بعث الزايم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزائن وموسائد الأخ العزيز الشيخ عوض محمد الوزير عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس النواب وإخوانه وأبنائه ترجمة نانسي قنقر